المسلمين أجمعين صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ما أصابها رفعة لها فالإنسان اللي يظن أحيانا يجيه الإنسان جرح في رجله وفي يده هم يدعون لها وندعي لها كلنا يعني من أمن حتى اللي ما هو بداعي يقول له آمين فالجرح هذا اللي يصاب به الإنسان تراه أجره مهم مثل الحمى الحمى أجرها سبقا ذكرنا في هذه الحلقة إلى أن الحمى تشمل من أعلى الرأس إلى أسفل قدم تلقاك مندق ومنهك وكل عضو يحتاج إلى أنه يعني يدلك أو يحس بألم فيكون الألم على قد الأجر على قد الألم فإذا كان جرح ولا شوكة أنت ما جور عليها لكن مهبث الأجر للحمى اللي وصلت كل مكان وصلت حتى العيون متعبة حتى الأنف متعب حتى اللسان متعب حتى يقال لك كل تقول ما أشتهي الأكل ورغم أنه لأني محموم يكون الأجر أكبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها في مرضها وأن حتى ما يمشي الإنسان إذا أصابته الأمراض حتى يمشي على الأرض ليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معافينا ومشافينا فما أعظم من نعم الله لنا نعمة الإيمان ونعمة العافية نعمة العافية العافية تظنها في الصحة بس في البدن العافية معافية في العقيدة معافية في هالرأس معافية في الفكر معافية إلى أني لست مشركا حتى في الصحبة نعم صاحب صالحين نعم حتى في الصحبة هذه المعافية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيها ويشفيها ويشفي كل مريض وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعانا هذا لا ريئة ولا سمعة أرجع لك يا محمد شعرنا على المشاركة فيه ثم نرجع لأبو فارع أبو فارع حتى المشاريع الكلام على أن الآن هذو المعارضين اللي هم الأقطاب الشباب الخطأ يصبح عليهم بكرة لا تكونون خلق هين اللين في الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يوم جاءت زوجها يبكي يبكي في أسواق المدينة يبي الصحابية وقال لها عرض عليها قالت ما بي هنا قال إن شيء قال تأمرني أمر يا رسول الله كان أمر من الرسول كان يستطيع رسول أن يأمر ولكن قال لا لا أمر فاختارت هي المرأة المرأة هي أساس كل شيء فأنت نرجع لك ولا لها لا لا عند محمد موقع فيه أنا المرأة اللي قبل شولي تحدثنا به هذا الوالد ترجمة نانسي قنقر